حيث تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين والقرارات الجمهورية الهامة جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بإلقاء عدد من النواب لبيانات عاجلة حول مشكلة استمرار انقطاع القهرباء على مستوى الجمهورية ومن جانبها تعهدت الحكومة بتقليل تخفيف الأحمال بقدر الإمكان اعتبارا من أول يوليو المقبل وخلال الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لا سيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة جاء التعديل المطروح لتحقيق العدالة الناجدة ويهدف هذا القانون إلى رفع النصاب القيمي واللانهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي هو إحدى محاور بناء الدولة الحديثة كما وفق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالأسكندرية وتحويله إلى متر قهربائي بشرة صار على أهالي اسكندرية خاصة أطر أبو قير كنا نشاهد مظهر غير آدمي من تكدس المواطنين من معارض حياتهم للخطر فمشروع اتفاقية القرد الخاص بتحويل أطر أبو قير إلى متر قهربائي أعتقد طفرة في اسكندرية وأتمنى مزيد من المشاريع الخاصة باسكندرية وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع